يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النادي الأهلي إلى نهاية كأس مصر عن الموسم الماضي لملاقات بيرامد هذه المواجهة اللي كان مقرر لها 3 فبراير القادم إن شاء الله لكنها تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى حتى هذه اللحظة بسبب مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية وأولى مبارياته يوم 1 فبراير أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية النهاردة الأهلي فاز في الشوت الأول خلص المباراة في الشوت الأول 3 أهداف في 36 ديها خلصت الحكاية بدري بدري النادي الأهلي النهاردة مرسك كولر تحديدا فجئنا جميعا بمشاركة كهرباء أساسيا في هذه المواجهة إحنا كنا عارفين بعد ما اتحاد الكرة أرسل خطابه للنادي الأهلي بحقية مشاركة كهرباء في المباراة مع النادي الأهلي بعد انتهاء فترة إقافه إن كهرباء ممكن يخش قائمة المباراة ممكن يخش التشكيلة الاحتياطية لهذه المواجهة بس إنه يشارك أساسيا في هذه المواجهة بعد غياب عن المباريات لأكتر من 7 أشهر ده كان حاجة مش منطقية ومش متصورة ولا حتى حتى على الورق صحيح فكرة صحيح يعني الريال مدريد لو عنده لاعب كبير غايب بقاله 7 أشهر مش هيخليه يلعب طيب مرسل كولر قالك أنا شايف كهرباء بيتمارن كويس أنا شايف كهرباء في المباريات الودية بيقدي كويس طب ده كافي يا عم كولر؟ آه أنا شايف إنه كافي يا فندم ده رهان كبير ده رهان كبير هتشين مسؤوليته يعني خب بالك من جانب آخر سلبي يعني لو الأهلي خسر النهاردة المباراة أو مقدمش مباراة جيدة كان اللي هيشيل الليلة كلها مرسل كولر ده إزاي؟ بتلاقي بكهرباء إزاي؟ ومين اللي قالك تعمل كده وبأي منطق وكلنا كنا هنطلع نقول كده كلنا بدون استثناء جماهير ومحللين ومقدمين وكل شيء تمام؟ عشان كده كولر لو كان الأهلي خسر كان هيشيل مسؤولية كاملة النهاردة الأهلي كسب وكهرباء اللي كسبوا فمرسل كولر ياخد كل الكريدت كل الإشادة على اللي عملوا النهاردة ريهان في منتهى الصعوبة والخطورة خدوا مرسل كولر وكسبوا باكتساح ليه؟ كهرباء عمل جولين وجاب جول التالت هدف السجلهم الأهلي النهاردة كهرباء مشارك فيهم كهرباء مشارك فيهم أحمد عبدالقادر هدف أول حمد فتحي هدف تاني وكهرباء الهدف التالي الهدفين الأول والتاني اللي صنعهم برضو كهرباء اشتركوا في القناة